أكد وزير الخارجية أيمن الصفضي ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم داعياً منظمات الأمم المتحدة المعنية إلى إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل وقال الصفضي أن توفير ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أولوية رئيسية سيستمر الأردن في العمل بها مع جميع الأطراف لأجل تحقيقها موضحاً أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية وليس الأردن وحده كبلد مضيف وكان 2580 لاجئاً سورياً غادروا الأردن إلى بلدهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري من أصل مليون وثلاثمائة ألف لاجئ موجودين في المملكة